اشتركوا في القناة لم نعلم جواري لكم سناء مظهر صلاح السعدني عبدالله فرغلي آثار الحكيم لم نعلم جواري لكم امال شريف ابراهيم عبدالرازي زكريا سليمان احمد ماهر بالاشتراك مع صفاء ابو السعود محمد الموجي محمد حمزة هاني مهني سيناريو وحوار دكتور رفيق الصبان اخراج محمد انور مش معقول دم يقون مش معقول دم يقون الحب يظلم ويحرم ويباعي ويجرح ويجرح هو الضحكة بين العاشقين مش لك يا مطرح دم يمي ويش معقول والشوق في عود الفل والياسمين يكبر ويطرح مش معقول واللي جنبه حبيبه يتمنى مرة في العمر يفرق ايه اللي بنه ايه خطوة ولا بلاه ايه اللي بنه ايه حب واللعناه موسيقى 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 أحياناً الدنيا بتعلمك غصب عنك الأصيل عمره ميلين ليلين ولا يميل الأصيل يفضل محافظ على اللي جواه مهما الدنيا عملت فيه يموت ولا يفرطش طول عمرك بتعلمني يا عبد الرحمن طول عمرك القائد وأنا شعبك اللي بيحبك طول عمرك المايسترو وأنا فرقة تعزفلك أحلى مغنى تعرفي أنت قاسية وعنيفة لكن رائعة حالاً الكلام الكبير ده رائعة وعظيمة مفيش حاجة رائعة يا أستاذ حسن إحنا اللي بنخلي الحاجات تكبر أو تصغر حسب خيالنا واللي بنشوفه دلوقتي رائعة جايز نلقاه بكرة تافه ما يستحقش حتى نظرة باين عليكي جربت كتير في حياتك عشت أيوة وحياتي ما كانتش سهلة أنا لسه بتعلم الحقيقة حضرتك اخترتي أستاذ عظيم علشان يعلمك عبد الرحمن أي أيوة عبد الرحمن فنان كبير أنا بحترم بيعرف قيمة الفن ويعرف إزاي يدي أحكام مزبوطة في كل حاجة عشان كده استغربت لما وافق يعمل المعرض بتاعنا هنا أصل طيب هو يعني جايز ليه ظروف برضو أنا مختلفة معاك الظروف إحنا اللي بنخلقها بأيدينا إيه ده يعني كل حاجة إحنا المسؤولين عنها أيوة مش معقول ولازم نعرف نكون قد المسؤولية دي طيب حتى في الحب في العاطفة قصدك إيه يعني في الحب ما نقدرش دايما نختار أحيانا بنلاقي نفسنا مرة واحدة بنلاقي نفسنا بنحب وبيبقى الحب هو كل حياتنا مش كل الحب إيه أنت كمان مش مؤمنة بالحب مين قال بالعكس أنا مؤمنة بالحب الحب اللي يقدر يغيرني يخليني أحسن مش جارية ولا عبدة أيوة بس أنا كنت متصور أن الفنان ما يقدرش يعيش ولا ينتج من غير حب دي حجة الفنان الفاشل اللي ما عندوش موهبة الحب موجود دايما ومش داروني نجسده في صورة راجل أو ستة معينة نسيت كل حاجة نزار نسيت ألمي وغضبي نسيت الجرح العميق اللي سبته في قلبي وكرمتي نسيت كل دا وحست أني لسه مهتم بيها وبرقبها بشوفها بتتحرك إزاي بتبتسم إزاي لكن دا مش ممكن يا نزار مش هخليها ترجع لحياتي تاني ولا تسيطر على فكري وتلعب بيها تاني زي زمان كفاية مرة واحدة ما كلمتاش ليه يا عبد الرحمن ليه ما قلتش أني أحبتها أكتر من العمر كله أيها كان نفسي أقول لها كده نزار لكن لا خليها تدور علي زي ما دورت عليها تدور وما تلاقينيش زي ما عملت فيها بالزبط الساعات الصعبة اللي كنت محتاج لها فيها أكتر من أي إنسان في الدنيا لما كانت قربك بيلهل بجسمي ولما كنت مرمي رمية الكلاب في المعتقل لما كان ولاد بلدي اللي بحبهم ومستعد أموت علشانهم بيحرموني من إنسانيتي كانت سامي عالم فين سابتني المين أصحى يا عبد الرحمن لسه نايم مش عاوز تزغرت أنا عندي ليك خبر حيفرح قلبك اللي يفرح قلبي إني ما شوفكش أبداً لأنت ولا سيادك إيه البواخد يا عبد ده أنا اللي حاجب لك ترتة الفرح يا آخي مش عاوز تفرح معنا يا عريس الغفلة إيه ما لك بتبص كده عايز تعرف مين اللي تجوز حاضر أنا مش هتعبك حقول لك عشان أبرهن لك إن راجل في قلب ورحمة سامي سامي يا حبيبتي القلب هي اللي اتجوزت البنت الأمورة اللي كنت مخاب بصورتها في كم الأنس بتاعك يا يا جادع الليلة ليلة فرحة هي نايمة فحوض نعرس وحضرتك مشرف هنا نايم على البلاد ما صدقتش يا نزار ما رضيتش أصدق افتكرت إنها لعبة جديدة من اللعب اللي بيعملوها معايا عشان يحطموني بغاية ما قريت الخبر في الجورنال الجورنال اللي رمهولي في الزنزانة تاني يوم وعرفت إن سامي خانت ونسيت وتاهت للأبد ساعت أتمنيت لو أشوفها مرة واحدة مرة أخيرة عشان أحط صعوبة حوالي الأبد وأضغط أضغط لغاية ما يموت النور اللي عشقته مرة في عينها عمرك ما غبت عني لحظة يا عبد الرحمن وعمرك ما حتغيب لحد آخر يوم في عمري بس أنا ما خنتكش ما خنتكش ما خنتكش ألو أنا آسف لإزعاجك بسعدي بس في الحقيقة مين بيتكلم أنا فاروق حبيت أتطمن عليك بعد اللحصة آه البنت إياها دي بنت مجنونة أنا نسيتها خلاص لكن أنا ما قدرت شنسها ما قدرت شنسها كانت السبب في أجمل لقاء في حياتي أنت بتطلبني في نص الليل عشان تقوليك كلمتين دول على الأمون مش وقته وحيكون وقته إمتى معاك حق تزعل مني لأني من النوع الصريحة اللي ما بيعرفش يكتمل في قلبه من النوع اللي يقول فورا كل اللي بيحس بي يا بس إذا أنت يا دوب تعرف أصدق تقولي أنت اللي يا دوب تعرفيني لكن أنا أنا أعرفك من سنة ويمكن أكتر يا يبقى حافل السقة على طول يقفليها يا هانم زي ما أنت عايزة المهم دلوقت أنك سمعت اللي كان نفسي أقوله لك من أكتر من سنة مين اللي كان بيكلمك السعادة يا كاميلي لا ولا حد دي سميرة كانت بتسألني عن واحد في النادي وتسألك أنت ليه وأنت عرف يا حدي من شباب النادي طبعا بتسألني عن رأيي فيه أصلي شفتها معا أكتر من مرة ويبقى مين الجدع ده ما عرفش بيت هيا لي اسمه فاروق ما هقول فاروق البغدادي يعرف سميرة عوف أصدق إيه هو مش كويس مش حكاية كويس ووحش هو دنيا وهي دنيا تانية ده ابن زوات ومتدلع ومعدين سلوكم مش تمام يعني وصولي واخد في نفسه ألم عجيب حقيقي عجيب شوف يا نزار أنا قررت حاجة فكرت كتير لقيت إنه مش ممكن أستمر على كده أصدق إيه يا سميرة أصدق إن السلبية والعزة اللي كنت فيها كانت معقولة جدا قبل ما تقابل مع عبد الرحمن لكن دلوقتي الظروف اتغيرت يعني هتعمل إيه؟ أنا لسه طبعا بحب عبد الرحمن وإنت عارف لكن سمية اللي كانت بتحب من عشرين سنة مش هي اللي بتحب دلوقتي عايزة عبد الرحمن يعرف سمية الجديدة يحب سمية الجديدة حتى لو نسي سمية بتاعت زمان تفتكر إن عبد الرحمن هينسى اللي فات أنا اللي حخليه ينسى عبد الرحمن حيتعرف من دلوقتي على إنسانة جديدة حتدخل حياته وتخليه حبها لو ما قدرتش أنجح يبقى خلاص الموضوع انتهى بالبساطة دي يا سمية ساعتها حعرف إزاي أقتل الحب اللي في قلبي من بكرة حتشوف سمية جديدة شبعنا من بكرة؟ إنت نسيت الحفلة اللي عاملينها وبناسبة انتهاء المعرض الحفلة دي حتكون عيد ميلاد جديد بالنسبة لي أنا سعيدة قوي يا أستاذ عبد الرحمن بالنجاح العظيم بتاع معرضك عشر لوحات ليك اتبعت مرة واحدة وستة لسهر أيوة لكن الحقيقة المعرض ده كان معرضك أنت والناس كانت بتيجي عشان تشوف رسوماتك واسمك الكبير بس برضو سهة عجبت سهة فنانة عظيمة لسه شابة وفنها ما وصلش للنطق بتاعك على كل حال أنا خفضت النسبة اللي حاخدها من سعر لوحاتها لكن بالنسبة لك أفتكر مفيش داعي طبعا تقدري تخصم النسبة اللي تعجبك عشرة في المية تحت قمرك سميرة انت فين اتأخرت ليك؟ أهلا كاميليا أهلا يا روح لأ أنا مش قادرة أصدق عانيئة إيه؟ ده دليل على إنه قلبك من دهر وما خديش علي خارك من سهة بصراحة يا سامي أنا جئت عشان خاطر سامير أأكّدت لي أن البنت المجنونة دي مش هتكون في الحفلة آه هي يا سهة مش موجودة آآ مى جاتش ليه؟ آآ أصلها مشغولة شوي حديرِ أحكي ليك بعدين يا سامي أعلى شفته ساني؟ ما شفتيش حسن السحة بقت سبعه ولسه مجاش ما تقلقش يا حبيبتي مصير ويكي أستاذ عبد الرحمية أفن إيه اللي بينك وبين أخت ساني أيني؟ ألك وحيكون فيه إيه ديني وبينك ما أنا بسألك أصلي ما شفتكش بتكلمها أبدا ده بس عشان باحترم أعزلتك أختك يا نسرين من النوع اللي ما بيحبش الناس أول باين عليها دي وبعدين ده شيء طبيعي لوحدة فضعة يعني إيه واحدة فضعة سمعت إنها بقت كده بعد موت وزن أونكل فريد الله يا الحمد كان راجل طيب بس ما ظنش أبدا إن ده سبب عزلتك ليه بتقولي كده عشان قبل ثاني عمرها محبة أونكل فريد أنا هارفة ده كويس ومتأكدة منه وعشان أكون صريحة معاك أكتر ممكن أقولك كمان إنها كانت بتبدايق منه ورغم كله اللي عمل عشانه ليه؟ ما عرفش متى يقلي إنها اضطرت تتجوز وغصبا عنه ما حدش بيتجوز غصبا عنه أستاذ عبد الرحمن حضرتك فنان عظيم وظاهر إن الحياة كانت حلوة معاكها ببتين لكن أختي سامية عكسك تماما الحياة كانت قاسي قوي معاها هي قالتلي كده؟ لا بس أنا حسيت بكده سامية سجينة سر وحزن وقلم إزاي؟ سامية عمرها محاولة تكلمني أبدا عن أسرارها عن ماضيها عن ذكرياتها وإنا بحترم ده فيها عشان كده أنا نهاردة مستغربة جدا أول مرة أشوفها بتضحك وبترقص غريب ملهاش صحابة مفيش غير أونكل نزار حضرتك تعرفه؟ ها طبعا عرفه معرفة قديمة كمان ده راجل سكر عسل أول ما رجعنا مصر هو اللي وقف جنبنا وسعيد ورجعته من زمانه؟ من حوالي ثلاث شهور بعد ما مات أونكل فريدة على طول وأنت مبسوطة عشان رجعتي أقولك الصراحة الأول كنت مبسوطة قوي حسيت إن رجعت الأصل بس بعد كده ابتديت أفكر ليه الناس هنا سلبية قوي ودايما بتشتكي بدل ما تشتغل وتحقق الأحسن كلميني عن أختك أكثر كانت سعيدة وهي راجع مصر طبعا كانت مليانة أمل بس أمل حزين ما عرفش سببه زي ما تكون بتدور على حاجة ضايع منها أنا متأكدة إن سامية ما كانتش كده زمان أكيد كانت مليانة حيوية وسعادة أنا كمان متأكدة زيك إنها ما كانتش كده أبدا يا جماعة يا جماعة لحظة من فضلكم لحظة من فضلكم زي ما افتتحت سامية هانة من الحفلة بالرأس عايزينها بقى تكمل جميلها وتغني معانا عايزين نغني كلنا إيه رأيكم ربا عزين ربا عني فكرة هاي يعني عبد الرحمن خدك معا أنت فاكر إيه خيالك شاطح قوي يا أستاذ حسن لا ده أيوة أيوة خدني معاه عشان يعلمني ويربيني ويديني خبرته وفنه عشان كده بقيت فنانة مش عشان اتعلمت في معهد وخدت شهادة تعرف يا حسن أنا يا دوب خلصت الإعدادية قيمة الإنسان مش في شهاداته أيوة دي حقيقة لكن أسرتك جرالها إيه سبتيها خالص أنت بتتكلم بتقول إيه يا حسن هو حد يسيب أسرته وخصوصا لما تكون محتجاله بالعكس عبد الرحمن خد باله مني ومن أسرته كلها وظف أخوي الكبير وساعد أمي ونقلنا من حال لحال أنا أنا ما كنتش أعرف ده كله أنا عشان كده عايز أسألك أنت أنت يعني بتحبيه ولا علاقتك بيه مجرد علاقة عرفان بالجميل إيه ده إيه ده إنت إيه إنت إيه يا أخي حجر ما بتفهمش أعدم الصبح أحكي لك أحكي لك اللي عمري ما حكيته لحد أيوة ما وأنت مفيش فراسك غير فكرة واحدة على قدك أنا عايز أعرف عايز تعرف إيه وتعرف ليه أنا عايز أعرف علشان أنا عايزك تكوني مراتي مراتك مراتك أنت نعم يا أستاذ حسن لازم واحد فينا بيخرف بيخرف ليه بالعكس أنا عمري ما كنت جد زي دلوقتي يا أستاذ حسن أنت يدوب تعرفني من جمعتين هو الجواز لعبة بالنسبة لك أبدا بس دا تعبير عن شعوري ناحيتك دي رغبتي الحقيقية أيوة كده قول رغبتك بس ما تتكلمش عن الشعور أنت ما سبتنيش أكمل كلامي أنا كان قصلي أقول يعني رغبتي أفضل معاك العمر كله العمر كله يا سلام على أساس إيه أساس إني بحبك بتحبني هو الحب بالسهولة دي عندك أنا كل ما تقولوها على الماشي زي ما تقولوا أنا جعان ولا عايز أسافر سهن أنت قاسية جدا بس مش قاسية على الناس أنت قاسية على نفسك مسمح لكش تقول كده أنا حاسس حاسس أنك بتحبيني زي أنا ما بحبك لو ما كنتش عاجبك عمرك ما كنت خرجتي معايا ولا جيتي معايا زي النهاردة هنا كده يا سلام أهديك دلوقتي بقيت طبيب نفساني مش المسألة بتتكلم عن نفسك وعني كمان وبتفسر تصرفاتي سوها أنا عايز أسألك سؤال واحد وعايزك تجاوبيني عليه بكل صراحة عمري ما تكلمت إلا بصراحة يا حسن إيه رأيك فيا يجي منك سوها سوها أنا ما بحركش أنا بقدم لك اسمي حياتي مستقبلي وأنا بهذر يا حسن مش معقول حد يهذر في موضوع زي إذا بيتهيألك أنا مش زي البنات اللي عرفتها لغاية دلوقت اللي بيوفقوا على أي جوازة تتقدم لهم عشان يتجوزوا بس لأن الجواز بالنسبة لهم هو جواز الصفر اللي يخليهم يخش الدنيا أنا دخلت الدنيا بالدراع يا حسن من بدري قوي ومش مستنية ورقة جواز عشان تدخلني يا سوها أنت فاهماني غلط أنا أنا بحبك بحبك فعلا الحب برضو ملوش أي إيمة عندك مش صحيح مش ممكن تكون بتحبني بعد إسبوعين تعرف عني إيه أنا مين بالنسبة لك جسد وش شعر أنت سوها وكفاية مش كفاية مش كفاية يا حسن والجواز أكبر من معرفة إسبوعين الجواز مسئولية حياه بحلها حيرتيني معاكي أنت عايزة إيه بالزبط عملت تسألني أسئلة مرهاش معنى إيه اللي بتقوله ده يا شكري دلع ومش دلع أنا حست بالتعب وحبيتها روح لكن فجأة لقيت الحفلة حلوة يعني الحفلة حلوة لما الوارد الهل في ده طالبك تلقصي معاه إيه يا شكري أنت مش فاهم هو إيه اللي مش فاهمه فاهميني دي كانت فرصة ما تتعودش عشان أكلمه عن ساميرا وعرف شعوره الحقيقي ناحيتها وإنت مالكو مالها أصرا ما تعرفش مصلحتها ولا أنت حتعلميها الله حيرتني معاك يا شكري مش أنت لو قيتلي بعض مثل لسانك اللي بنت دي سعب أنا عليك وبعدين أنت لس اني ساميرا صاحبتي وزي أختي بالزبط ولازم أحافظ عليها تحافظي على إيه يا كاميليا تحافظي عليها هي وما تحافظيش على كرمتي إيه منها بقى كرمتك يا سي شكري إيه حد جرحها حد ما ساها بخدش كرمتك محفوظة فق الروسيا وستاذ شكري ثم إزاي بتتكلمني بالشكل ده عملت إيه أنا عشان تتكلمني باللهجاتي أنا مش هترفع ما تقل مني كذلك بس 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 يا كاميليا بس أنت كل ما قلت كلمة تبتدت عيبتين ما لا أعمل لك إيه بس يا شكري مدام أنتش فاهمني خالص أيوة مش فاهمني خالص خالص وعملك ما هتفاهمني كذلك خلاص بقى خلاص بقى يا كاميليا كفاية كده هتصحي البنت البنت هو ده كل اللي يهمك البنت بنتك وبس وأنا مليش وجود في حياتك خالص يا عبيطة مليا عبيطة إزاي تقولي الكلام زي جدا أنت دنياتي كلها يا سلام قبل يفني أخويا بكلمتين حلوية أنا تعبت يا شكري تعبت خالص زي أنت من عشتي فهمي عن إيه زي زي أنت يا شكري زي أيوة يا سامي البوليس بيرأيبني ليه عملت إيه معرفش قلت رأيي بصراحة في محاضرة في الكلية يظهر أن كلامي وصل للمسؤولين كلام؟ كلام إيه أنا مش فهمة قلت رأيي عن الفوضى اللي حصلة في البلد من تحت راس مراكز القوة يا خبر يا عبد الرحمن أنت مش عارف إحنا عايشين فين وفي أي ظروف عارف عشان كده اتكلمت كان من وجب يتكلم السكوت أصبح جريمة لكن الحال ده مش ممكن هستمر وحدها من إيه لوحدك؟ ومين قال من الوحدة؟ ده إحنا ألوف الناس بتفكر بنفس الطريقة بس الألوف دول ما بيقولوش أفكارهم بصوت عالي معاكي حق لكن دول مستنين الصوت اللي حيعبر عن رأيهم ولما حيسمعوه حيمشوا وراء كلهم يا عبد الرحمن أنا خايفة عليك عشان كده بقولك يا سامي عاوزك تعرفي كل حاجة عني قبل ما تربطي مستقبلك بمستقبلي ما تقولش مستقبلك ومستقبلي ما تفرقش بينهم دول حاجة واحدة مستقبل واحد أنا حقف معاك يا عبد الرحمن مهما كانت الظروف بالعكس أنا دلوقتي بحبك أكتر عشان أنت فعلا إنسان كبير أنا فخورة أني عرفتك أنت الوحيد اللي كان ممكن أحبه واللي ححبه لعمر كله قعد الوحدك بتعمل إيه يا سامية في الضلمة لسه بتفكري؟ أنت اللي كنت بتعمل إيه معاه جنب بيتي أنت شفتينه؟ أيوة شفتكم أنا زهقت منك ومنه أنت مش عيالة عشان تخلي غيركم يرسم مستقبلكم إن كنتوا لسه بتحبوا بعض خلاص قابلوا بعضوا وتفهموا وإن كنتوا بالبساطة دي يا نزار باين عليك عمرك محبيت عبد الرحمن قلبه تملأ غل ضدي ومهما قلت ومهما حاولت مش هيعرف ومش حعرف أثبتله أنا عمري محبيت غيره وعمري منسيته وبتحكمي على رأيه إزاي؟ وإيه اللي عرفك إنه مش هيفهم؟ وبعدين إيه الحقيقة اللي بتخبيه عننا كلنا؟ حقيقة؟ حقيقة إيه؟ سر جوازك من فريد سر هروبك لأمريكا السر اللي خلاك تسيب عبد الرحمن في السجن وتروح بعيد كفاية كفاية يا نزار كفاية فيه إيه؟ جرى إيه يا أمك النزار؟ سامية بتعايت كده ليه؟ اسمع يا نسرين أنت معودتي الصغيرة ومن حقك تعرفي اسكت يا نزار لا مش هسكت الحكاية كبرت ومن حق نسرين تعرف إنك في يوم من الأيام اسكت يا نزار اسكت كنت بتحبي عبد الرحمن مين؟ عبد الرحمن؟ أيوة عبد الرحمن التنطاوي كان خطيب أختك وكانت بتحبه ومع ذلك سامية تجوزت راجل غيره صحيح يا سامية؟ أيوة صحيح ولسه بتحبيه؟ أيوة لسه بحبه وما لسبتيه ليه؟ ماهدى اللي محيرنا كلنا سيبته عشان أبض عليه عشان راح السجن مش معقول أنت اللي تعملي كده أعملتها عايزين مني إيه؟ انتوا متفقين علي؟ انتوا عايزين تجننوني؟ سيبوني في حالي سيبوني أرجوكم ست نعيمة أيوة جواب على شانك من البلد بر ها فين؟ هاتيه متشكرين قوي عم محمد فيه إيه يا سامية يا بنتي؟ إيه ده جواب من أدهم حيكون من مين يعني؟ كده ربنا يا بنتي يجيبوا بالسلامة ويفرح قلبك وقلبي يا رب بيقولك إيه في الجواب يا سامية؟ يا مام صبرك علي شوي يا سيبيني أقربك إيه يا ري حبيبتي لا تخافي ليس هناك ما يقلق وإن عودتي إلى مصر ليست إلا مؤقتة لكي أستطيع أن أدبر الأمور التي شرحتها لك سابقا خصوصا وأنها ستكون فرصة لأراكي وأرى الخالة نعيمة ما تحكي لي أماليا سامية ما تخلنيش على نار بيقولك إيه والنابي؟ بيقول رجع مصر صحيح رجع على طول؟ لا يا ماما رجع علشان شوية أشغال يكملها هنا أشغل إيه يا بنتي؟ مش عارفة ما فهمتش كويس يا ماما لما هيوصل هيشرح لنا أنا بقى عارفة هو رجع ليه؟ تلاقي الغربة تعبته؟ قال يجي يكتب الكتاب ويرجعت معاه تفتكري كده يا ماما؟ طبعا بس اللي أنا مش عايزة أسيبك لوحدك في مصر تسيبيني ده إيه؟ طب ده يوم المونة عندي أما أنا بقى يلا حسن الختام بالشر تعرف يا ساميرة اللي يفرح قلبي قبل ما موت إني أشوفك تلميتي على عدلك وافرح بيك يا حبيبتي وأنت متهنية في بيت جوزك يا ماما بلاش الكلام في الموضوع ده دلوقتي أنت عارفة أني أدهم عمره ما وعدني بالجواز إيه؟ عمره ما وعدك؟ ودي تيجي يا ساميرة؟ ومالحي تجوز مين يا بنتي؟ بقى يسيب القريبة وياخد الغريبة؟ ودي تحصل يا ساميرة دي؟ طب ده أنت يا بنتي من صغرك وانت مقسومة لابن عمك؟ وبعدين يعني إنتي نسيت إحنا عملنا له إيه لغاية ما قدري يسافر ويكمل تعليمه؟ يا ماما مفيش داعي لكتر الكلام أدهم ابن عمي وإن كان فيه نصيب يبقى يا منفسة زغرت لك يا بنتي يا ساميرة أما روح بقى بشر الستة مرقية والستة تفيدة أصلهم دوشين دماغي من كتر السؤال يا ستة تفيدة يا ستة مرقية سامية عايزة أقولك حاجة تعالي تعالي جنبي يا نسرين إيه رأيك يا سامية لو نرجع تاني؟ نرجع تاني فين يا نسرين؟ ما عرفش عايزة أقولك نرجع بس بلدنا هنا نرجع للغربة تاني يا سامية غربة؟ ايه نرجع زي ما جينا ليه بتقولي كده يا نسرين؟ حصل حاجة معك؟ ما حصلش بس كل اللي بانيناه كل اللي حلمنا بيه كل نسرين ما تعيطيش الدموع عمرها محلة مشاكل ما تعيطيش يا حبيبتي مش هتبطلع يا عياد بقى يا ساتر على وش النكت ده ما بس بقى أحسن أسابلك البيت وأمشي حاضر حاضر يا سيباسيوني غسلتي لجلبية البيضة ايوه يا سيباسيوني ومنجورة على السطح ما تطلع تشوفها اللي زمانها نشفت ما لحقيتش يا سيباسيوني ده أنا لسه نشرها من شوية طيب أنا داخل استريح شوية اعمليلي كوباية شاي حاضر يا سيباسيوني ايوه ايوه جاية جاية ايوه سهل انتي فين يا بنتي؟ ماما والله انتي بتعياتي ليه؟ ايه اللي جرت؟ أبدا ولا حاجة ايه اللي حصل؟ ولا حاجة يا بنتي ولا حاجة والله ما تقوليش ولا حاجة يا ماما انتي ما بتعياتيش إلا من الشديد القوي أنا عارفاكي وعارفة صبرك ايه الحكاية؟ اتكلمي؟ بقولك مفيش حاجة أبوي اتخنقتي معاه تاني لا أبدا مفيش خناء ولا حاجة يا بنتي طب ايه المشكلة بقى؟ أبوكي حيتجوز يا سيب ايه؟ يتجوز؟ أبويا؟ ومين اللي حيرضى بيه؟ اهو وحضرت يد بيه وحيتجوز خلاص الخامس الجاي يتجوز؟ بعد عشرة العمر ده كله؟ اهو اللي حصل يا سحي؟ وانتي؟ قلت له ايه؟ ولا سكدت زي عوايدك؟ وقل له ايه يا بنتي؟ دحقه؟ اه؟ انا كبرت خلاص ومش قادرة على خدمته؟ خدمته؟ هو تجوزك؟ ولا اشتركي شغاله؟ الراجل يا بنتي عايز اللي يخدمه وياخد باله منه؟ وانتي ما خدمتهوش؟ ما خدتش بالك منه؟ تلاتين سنة دلوقتي ما شفتش فيهم يوم راحة عشان تريحيه هو اشتغلتي وخلفتي وربيتي واتظلمتي وجاية دلوقتي تقوليلي انه من حقه يتجوز غيرك عشان ما بقيتش قادرة تعملي اللي كنت بتعمليه؟ ده حقه الشرع يا بنتي الشرع ما يقولش كده؟ الشرع ما يرضاش بالظلم وممكن انا عايز يمشي ع الشرع كان حطك فوق راسه دلوقتي انا حخش له اكاده وحاله بلاش يا بنتي بلاش دلوقتي ده دخل يستريح ما تصحيهوش؟ يا سلام وخيف على راحته كمان لازم يصح لازم يفوق لازم يعرف انك مش لوحدك عشان يبيع ويشتري فيك على مزاجه يا سوهة يا بنتي بقولك سيبيه يستريح بابا بابا انا عايز اكلمك مين؟ سوهة جيتي امتى وعايز ايه؟ صحيح يا بابا اللي سمعتو؟ ها سمعت ايه؟ ناوي تتجوز يا بابا؟ اتجوز؟ وايه طريقة الكلام دي؟ ان كانت طريقتي في الكلام مش عجبات فتصرفاتك انت مش عجباني برضو بنتي يا سوهة احفظ لسانك تتجننتي؟ ثم انت عايز ايه مني؟ انا راجل وحر في تصرفاتي ونكمش عجابكم قدامكم بابي فوت جمل يا سوهة مش قلتلك اسكت يا بنتي اسكت ازاي ماما؟ اسكت واخليه مرماتك على كيفه؟ مفيش رحمة مفيش ضمير؟ ضمير؟ انت جاي دلوقتي تتكلمي عالضمير؟ اما عجيب عامل عميلها وجاي تبدينا زروس في الاخلاق لا يا باسيوني لا ايه ايه عايز اضربني ايه كمان؟ بس يا سوهة بس اسكوتي بقى؟ ماما لم يهدومك دلوقتي ومن دلوقتي ورايح هتعيش معايا مش هخليك تععودي معاه دقيقة واحدة بعد النهاردة خديها بستين سلامة وما تنسيش تخدي معاهكم لولاد الوراء اني لك حقوق عليه اولينا حقوق عنده فاكرة لما كان يرجع وش الفجر وانتي تقوم تسخاني له العشاء فاكرة لما كنت تشتغلي في البيوت عشان تدفعلنا مصاريف المدرسة من قوتك عشان ما معهوش وما معهوش ليه؟ عمرك ما سألتيه بيصرف فلوسه فين؟ عمرك ما حسستيه انك مراته خليتيه طول عمره سيد عليك وانتي جارية عنده تستهلي دلوقت تستهلي عشان الجارية لما تعجز بيرموها بره بره مين؟ الأستاذ عبد الرحمن؟ يا طرى سامية هانم هنا سامية؟ سامية لا مش هنا بس هتيجي حالا اتفضل اتفضل أول مرة أجي هنا الله دي لوحتي زهرة المارجريت من لحات شبابي الزمن اللي ضاع دي عجزت خالص بقالها مدة طويلة بس ده مش رأيه ومش رأيه سامية تصور انها الحاجة الوحيدة اللي جبناها معنا لما رجعنا بلدنا سامية باعت كل حاجة ما رضيتش تجيب اي حاجة بتفكرها بالعشرين سنة اللي فاتوا اللي زهرة المارجريت كده؟ أستاذ عبد الرحمن انا من زمان عايز اسألك سؤال ازاي قدرت تحط كل النشوة كل الشجن كل عذاب الحب وفرحته في وردة صغيرة صفرة عشان كنت بحس بكل ده ودلوقتي يا أستاذ عبد الرحمن دلوقتي يا أنيسة نسرين زي ما انت شايفة انا كبرت وتعبت والحياة علمتني ان الأحاسيس بتعجز زي البني آدم تمام لا يا أستاذ عبد الرحمن إلا دي انا مش متفق معك خالص القلب عمره ما يعجز انت بتقولي كده علشان لسه صغيرة والحياة قدامك ما عرفتيش منها غير الوجه الجميل تفتكر غريبة ايه النظرة الحزينة اللي في عينيك دي اللي في سنك عينيهم بتنور دايما بالسعادة ومين قالك إنها مش سعيدة فعلا العينين أحيانا بتخدع طبعا أنا سعيدة ناقصني ايه أنا كل اللي شغلني دلوقتي سامية وبس اسأليها معزباني ومعزبة نفسها ليه 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 أنا أسفة يا أستاذ عبد الرحمن أنا ما كنتش عارفة إنك للدرجات دي لا معلش معلش أنا لازم أمشي دلوقتي بس سامية قول لها لما ترجعني سألت علي ما قالش حاجة تاني ده كل اللي قاله بس أيوه معزباني ومعزبة نفسها ليه ده أنت لو كنت شفت تعبير وشه وهو بيقولها مش هتقولي إنه بيحبك وبس ده بيعبودك لازم أروح له حروح له حالا لازم أشوفه أكلمه لكن يا سامية إحنا الساعة 12 دلوقتي ما يهمني إش أنا عارفة عارفة إنه دلوقتي بيستناني حروح له أيوة حروح له سامية فضل بتعيطي؟ يعني بتعرفي إزاي بتعيطي؟ بتعرفي طعم الدموع؟ لكن فايدتها الدموع عمر الدموع ما صلحت غلط ولا داود جرح ومن إمتى كنت آسي للدرجة دي يا عبد الرحمن؟ هي الأيام معلمتكش ترحم؟ أرحم؟ وأرحم ليه؟ عشان سكتيني؟ عشان رمتيني وراكي؟ كنت بالنسبة للعالم كله؟ كنت حبيبتي؟ كنت الدرع اللي بيحميني من ظلم العالم؟ كنت النور اللي بديني الأمل وأنا أفضله من الزنزانة ومرة واحدة اتقلبتي إنسانة تانية، إنسانة غريبة، إنسانة معرفهاش حايزة السجارة يا عبد الرحمن؟ فبالي هاني قبل ساميرا، في واحدة فاندي بيسأل على حضرتك واحدة فاندي؟ مين؟ ما قالشي قبل هو فين؟ مستني حضرتك في قط اللي ندرسين هاة آدم، هاة آدم، هاة آدم ازايك يا سامير؟ شو ما أقول؟ وصلت أمتى؟ ومديتنيش خبر لي علشان نطلع نستنك في المطار ما حبيتش أدايقكم تدايقني؟ إزاي تقول كده؟ لكن مين قالك إن أنا هنا؟ ماما؟ أنا ما روحتش البيت لسه قال له؟ وما الفين الشونت؟ في اللوكاندت اللوكاندت؟ ومن إنت كنت بتنزل في اللوكاندات وإنت في مصر؟ معلش يا سميرة أنا ما حبيتش أدايق حد تدايق حد؟ إيه الكلام الغريب اللي أنت بتقوله ده يا أدى؟ ده بيتك حد يجي بلده وما ينزلش في بيته ومطرحه؟ سيبك من الموضوع ده يا سميرة صدقيني كده أحسن برضو مش فهمي وليلي أنت لسه وراكي حصص هنا؟ ولا ممكن تخرجي معايا؟ أخرج أستأذم بس من النظرة وأخرج معك على طول طيب يلا أنا مستني أديها واحدة ها أقول لها إيه دلوقتي أفتح الموضوع إزاي؟ أما صحيح موقف حرك لكن ضروري أتكلم بعد اللي حصل ما فيش غير سميرة هي اللي ممكن تنقذني إيه اللي حصل بالزبط؟ كان لازم أحصل على المبلغ ده بأي شكل في ألمانيا ما كانش ممكن وأنتي عارفة أني لو سبت فرصة زي دي تفوت مني معناها أني سبت فرصة العمر عيادة بكل تجهيزاتها وفي أحسن منطقة في ميونيخ تصور يا سميرة وبعدين؟ كل المحاولات عملتها لكن ما فيش فايدة بقى لي هنا أربع تيام بجري هنا وهناك برضو ما فيش فايدة وأنت في مصر من أربع تيام يا أدهم؟ أيو أنا وصلت يوم لاتنين اللي فات دلوقتي يا سميرة مش عارف إيه العمل مفيش غيرك ممكن يا ساعدني وليلي إيه الحل في راعيك؟ أنا أنا أدهم مش عارفة أقولك إيه؟ أنا حسيبك على راحتك تفكري اللي عايزوا منك تلاقي حدي يضمنني عشان أقدر أسترف من البنك كاميليا أنا عايزة أتكلم معاك عن إذنك يا أساس فاروق أوي أوي تفضلي تعالي معايا إيه مالك فيه إيه؟ كاميليا أنت بالك أكتر من ربع ساعة وانت واقفة مع فاروق لوحدكم ألا؟ طب وفيها إيه؟ ما عملناش حاجة غلط أنا عارفة يا كاميليا لكن برضو أنت عارفة سمعة فاروق في النادي شكلها إيه؟ والناس على الفاضي والمليام بيتكلموا أنت بيتهيقلك يا نسرين هيتكلموا عن إيه يعني؟ بقولك سمعتهم بوداني وروحت أقادت قدام شكري علشان أشغله وما يسمعش حاجة هو كمان إحنا جدينا هنا عشان نتفسح ومش عايزين خناء خناء بتقولي؟ إيه اللي خناء ده؟ اسمعي يا نسرين أنت زودتيها قوي والله يا كاميليا أنت حرة وأنا نبهتك أنت مش صغيرة بقى كده يا عبد الرحمن هتتجوز أما عجيبة أيوة بكل بساطة حتجوز وبتقول بكل بساطة؟ يعني اللي كنت بتكرره وبتناجي به سنين بحلها طلع كلام فارغ كلام للتصدير كلام قوامتة مش كده الفنان وحرية الفنان والحب الكبير للمجتمع بقى يا عبد الرحمن لازم أملي يخيب حتى فيك أنت أنت مش فهماني أبدا أنا ما تغيرتش يا سوى إيه؟ أنت تغيرت تغيرت كتير ولا ولا يمكن لأ جايز أنا اللي كنت مخشوشة فيك لما كنت بشوف فيك المثل الأعلى الفنان اللي ما بيخطئش أبدا ما بيضعفش أبدا صحيح جايز جايز الغلط فيي أنا مش فيك أنت أنا اللي بدور على حاجة مش موجودة سوى أرجوكي بطلي تتكلمي بالمرارة دي حاولي تفهم الناس أفهم إيه؟ راجل في سنك طول عمره بينادي بالحرية يتعرف على واحدة ويحبها ويطلبها للجواز زي المراهقين بالضبط وكل ده من خمستاشر يوم في ديه؟ أنت غلطانة يا سوى دول عشرين سنة أصدك إيه؟ أصدي أنا كنت بحب سامية من زمان قوي جديدة دي يعني ما بدأك اللي كنت بتنادي بيها ما هياش إلا نتيجة فشلك في حبك وأنت يا عبد الرحمن أنت الإنسان تطلع مزيف كرجل وفنان؟ بتضحك أول مرة في عمري من يوم معرفتك بشتمك بهينك وأنت بتضحك أنت صعبانة علي يا سوى صعبانة علي جداً صعبانة عليك ليه؟ عشان بتخيلك لما يجي يوم وتفتح يعنيكي أنا عني مفتحة على الآخر مفتحة على الآخر يا أستاذ عبد الرحمن أنت اللي محتاج لحد يفتح لك عينيك أنت عيانة يا سوى إيه؟ وعشان كده عايزة تشكل الناس والدنيا على مزاجك وبدل ما تفهمي وتسمحي وتحبي بتحقدي وتكرهي وتعاقبي أنا؟ وده اللي حيدمرك أنت بتضماري نفسك بنفسك ولا أنت عارفة مسكين يا سوى أزاي جيه الوقت يا سامية؟ أحسن يا عبد الرحمن الحمد لله عبد الرحمن هات إيدك خليك جنبي خليك جنبي ما تسبنيش أنا خايفة خايفة مش عارفة لي يلا يا سامية شد حيلك تي مجرد دوخة بسيطة من الكلام السخيف اللي كنت أقولهولك أنا غلطان اللي خلتك تعيش معايا في الماضي الاسود اللي راح دلوقتي راح ومش هيرجع تاني أبدا إزايك دلوقتي يا سامية؟ عديني جبتلي كوباية لمون اشربيها وهتفوقي على طول تسلم إيديك يا نسرين تعرف يا عبد الرحمن؟ أيها إن لمون أختي نسرين فيه سحرة عجيبة مجرد ما اشربه بخفة على طول طب ما تعمل لنا منه في الحالة دي برميل بحاله بقى عنيسة نسرين عنيسة نسرين في واحد بيسأل على حدك برا في السالوت مين يا عم صالح؟ بيقول إن اسمه حسن حسن؟ أنا نفسي لما بفتكر ما بصدقش إذا كانت بيرايحك أحكيلي أحكيلك إيه ولا إيه؟ أحكيلك عن خبط التقيلة ما تقولش كده حسن أحكيلك إزاي؟ إزاي دخلت في حب واحدة وطلعت بالزبط عكس الإنسانة اللي أنا متخيلها؟ بيحصل كتير مش ممكن للدرجات دي لو تعرفي اللي جرى بينا لو سمعت الكلام اللي أنا سمعته دي كانت فترة جنون أنا كنت عايش في كابوس كابوس؟ مش بتقولي إنك كنت بتحبها عمر الحب مكان كابوس يا حسن ما هي دي المصيبة ما هو أنت لو تفهميني مستحيل حتفهميني ما حدش هيقدر يفهم اللي حصل بيني وبينها تتصوري عنيسة لين أن أنا أنا طلبتها للجواز قولي لإنت بزمتك ممكن تكون عملت إيه؟ عملت إيه؟ كانت حتضربني أيوة كانت حتضربني زي ما كون أهنتها أكبر أهنة في الدنيا زي ما كون طلبت منها حاجة حاجة تاخد الشرفة أنت بتحكي لي كل دا ليا حاسن مش عارف بس أنا حاسس أنك صحبتي مش أنت صحبتي يا نسرين أيوة طبعا صحبتك وفعلا أنا كنت محتاج لحد أفتح له قلبي آه فهمت دلوقت وبعدين يا نسرين تعرفي طول الفترة اللي أنا كنت غرقان فيها لشوش دي في وهم الحب دا كنت بفكر فيك يا سلام وكان عندك وقت تفكر صدقيني كل شوية كده كنت بتخيل وشك لهادي المريح وعنك الزكية وكنت بقولي نفسي يا طرح تقولي إيه لو سمعت اللي بجرة دلوقتي غريبة أنا معاك إنها غريبة لكن دي الحقيقة فعلا أقولك حاجة تانية مجرد ما مشينا دلوقتي شوية على النيل زي زمان حسيت إن الكابوس اللي كان كاتم على صدري بعيد عني استريحت حسيت إن أنا رجعت تاني بين الناس الطبيعيين يعني أنا في رأيك إنسانة طبيعية جدا جدا وأرجوك أرجوك يا نسرين خليكي زي ما انت تشرب يا روف ولا حاجة متشكر بقين عليك سرحان بتفكر فيها ترى بفكر في الدنيا وأحوالها بفكر في الناس بتغير جلدها الزاي آه لو شفت الناس يا فاروق زي ما شفتهم أنا صحيح صحيح الدنيا دي دولاب ياه ياه يا راجل يا راجل كفاية تتكلم بلا الغاز حصل إيه معاك النهاردة؟ أبداً أنا ماشي في الشارع قابلت صدفة معرفة قديمة إنما إيه معرفة من إياهم واحدة ستة آه يا مية من تحت تبن ستة إيه إنت ستات واخد عقلة كله ومسايبين حاجة أبداً إحنا في ستات دلوقتي مال مين؟ رسام رسام كنت أعرفه زمان وكان عندي في السجنة أياما كنت في المخابرات راجل مجنون كان عنده نشاط سياسي وكان عنيد حبيتين لكن ما تخافش علي عرفت طريقه ونهاردة شفته من تاني يا السلام يا السلام الدنيا يظهر عليها دحكت له إيه يكونش عبد الرحمن التنطوي؟ هو بعينه إنت تعرفه؟ إيه اللي أعرفه ده عريسي الموسم يعني إيه؟ يعني صحيح الدنيا دي حكت له زي ما أنت بتقول ده يا حبيبة حيتجوز مليونيرة مليونيرة؟ وإحنا عندنا هنا مليونيرات أيوه أيوه السيدي مليونيرة جاية من أمريكا لا 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 لازم خواجاية خواجاية إيه؟ دي مصرية زي وزيك وتبقى مين بقى ستة الحسن والجمال؟ ما أنت قلت إنك تعرفها سامية سامية؟ سامية وعبد الرحمن سامية بقت مليونيرة وحتتجوز عبد الرحمن؟ رقوف إيه 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 درانك إيه 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 بدحكك كده؟ فاروق فاروق إنت تحفى تحفى وتساوي تقولك دهب أنا مش فاهم حاجة مش ضروري تفهم دلوقتي لكن أنا الله كاميليا إيه اللي جابك هنا دلوقتي؟ أرجوك خليني أدخل الأول قف الباب بسرعة هناللازم أكلمك يا فاروق لازم أكلمك ضروري طيب هد نفسك هد نفسك الله إنت عنتك ضيوف؟ لا 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 يا مادام أنا أنا كنت ماشي يا مادام اتفضلي اتفضلي يا حضرتك خدي راحتك عن إذنك يا فاروق حسيبك دلوقت بين عليك مش فضيلي مع السلام يا روح مع السلام مع السلام يا روح أمان الله خدي فاروق شفت الراجل ده شكله ما عجبنيش أبدا ولا نظرته لي شفت كان بيبصلي إزاي؟ هو فاكرني مين؟ فاكرني إيه؟ الغلطة غلطتك يا كاميليا حيفتكر إيه لما يلاقي واحدة ست دخل عندي في ساعة زي دي انت نسيت إن أنا عايزة وأعايش لوحدة؟ أنا ترددت قوي قبل ما جيلك لكن اللي حصل يا فاروق ليه بس اللي حصل؟ حصل إن سيبت البيت ومش عايزة ترجع تاني مش عايزة ترجع تاني انت تجننتي؟ لا ما تجننتش مش طيقة ستحمل خلاص عايزة تطلق منه تطلقي منه كده هو بالبساطة دي أيوة كل دقيقة بعيشة معاه جاهي أنا حتخنق حتخنق تتخنق؟ تتخنق إيه؟ فكر شوية في مصلحتك ما تبقش عويتك أنا فكرت فكرت كتير ومفيش حال غير ده وأنت يا فاروق أنت لازم تساعدني أساعدك؟ وليلي بقى أساعدك إزاي؟ ما عرفش تنصحني أعمل إيه؟ أنا مقدرش أنصحك إلا بحاجة واحدة بس إيه هي؟ حالاً قبل المسائل ما تتعقد زيادة هرجع بيتي؟ يا كاميلي أنا أنا بفكر في مصلحتك أنت اتصرفت بمفعال وما فكرتش في النتايج نتايج إيه؟ نتايج إيه أنا مش فهمة؟ أنا كنت فكرة أنك بتحبيني يا فاروق أيوة أنا ما قلتش حاجة أنا بحبك عشان كده أنا بدور على مصلحتك أنت لما حتسيبي جوزك بالشكل ده حتخساري كل حاجة أخسر أخسر مش مهم وحنعيش إزاي يا هانم؟ مين اللي حيصرف عليكي؟ أنت عارفة أن وضع المال دلوقتي يوحش جداً وأنا أنا أنا من رأيي أنك لازم تطلعي من جوزك بشوية فلوس ترياحك قبل ما تسميه أطلع بشوية فلوس؟ يظهر أنك ما تعرفش شكري خالص ده جلدة ده القرش ما بيطلعش منه اللي بيطلعها الروح أنت قلتي لقبل كده أنه مغرائك سيغة داب السيغة فين دلوقتي؟ حاطتها في صندوق في البنك خايف من الحرامية طيب والصندوق بإسم مين؟ بإسمه طبعاً شفت العبط بتاعك لازم تلاقي طريقة تطلعي بها السيغة دي من البنك وتاخديها مش ده من حقك ولا إيه؟ أيوه سيغتي أنا خلاص لو سبت بيتك بالطريقة اللي انت تصرفت بيها دلوقتي مش هتشوفيها تاني أبداً عندك حق ده سرق شبابي لكن السيغة دي من حقي ولازم أخدها أيوه بس تسمعي الكلام وارجعي البيت رقوف حسان؟ هو بعينه يا ستة هانم انت نستيني ولا إيه؟ اللا 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 انت حتخليني واقف على الباب كده؟ مفيش اتفضل؟ مفيش إزايك؟ اتفضل أيوه كده لازم المفاجأة خلاتك تنسي الاتيكيت الله إيه الفخفاخة دي؟ ده انت عايشة في أصر؟ صحيحهم ما قالولي الكلام ده لكن أنا مرضيتش أسده لكن دلوقتي ما أقدرش برضو أكدب عينيها انت عايز إيه؟ حيلك علي يا مادام سامية انت مستعجلة ليه؟ يا ترى مش حتقدميه لحاجة أشربها؟ ولا أعادك في أمريكا نساك الضيافة المصرية بتاعتنا؟ عايز إيه يا أستاذ رقوف؟ ما أنا قلتلك حلمك علي شوية أنا جاية هنيكي أصل سمعت عنك أخبار كويسة أخبار تفرح القلب سمعت إيه؟ سمعت يا ستي إنك أخيرا حتتجوزي حبيب القلب مش كده؟ ولا أنا غلطة؟ أيوة وأخيرا؟ خلاص يا ستي يبقى لازم نحتفل ولازم أصحابك الأدام يفرحوا معاكي ولا إحنا مش أصحابي يا سامية هاني انت عايز إيه مني بالظبط؟ بالظبط بالظبط ده صعب أجاوب عادي إيه؟ أجيب لكم حاجة شابوه يا سامية؟ أيوة أيوة كوباية لمون من فضلك أصل الدنيا حر قوي مش كده ولا إيه يا سامية هاني؟ اعملين للمونيا نسرين حاضر كنا بنقول إيه يا سامية هاني؟ كنت بسألك عن سبب تشريفك آه 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 افتكرت افتكرت أنا مش مستعجل أجي مرة مرتين وأفتكر على مالي ما أنت كمان أياميها افتكرت شوية شوية واتكلمت بالقطارة ولا إيه يا سامية هاني؟ احنا مش عايزين نفتح الماضي بقى خليه مقفول ولا أنت مش من رأي يا سامية هاني؟ لا 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 أكيد أنت من رأيي الماضي؟ اتكلمي أنا حعرف أخليك تتكلمي إزاي الرجال اللي هم الرجالة ما يستحملوش رؤوف حسان انت وليه انت حتقف في فوشي؟ أيوة الماضي الماضي بحلوته وذكرياته هو الماضي بيتنسي يا سامية هاني؟ أنا مش فهمة إزاي سابوك إزاي أنت حر لسه؟ تروحوا تيجي زي ما أنت عايز وتدايق الناس في بيوتها؟ إزاي؟ ما أنا رحت السجن وطلعت تاني السجن للجدعان مش عيب وبعدين بقى هو أنا هو أنا بدايق صحيح يا سامية هاني؟ ده أنا جاي أختم إن كنت بصحيح متدايقة مني خلاص بقى أروح للأستاذ عبد الرحمن على الأقل هو حيسمعني كويس اتفضل اطلع برا يلا اطلع برا أخرج من بيتي تحت أمرك يا سامية هاني اللي تشوفيه أنا عبد المغمور لكن أنا بقى عملت واجب كويس قوي وانت طبعا فهمتي ما ترجعيش بعد كده تندامي استنى استنى شوية أهو كده اتخارتي ليه؟ ايه اللي حصل؟ أبداً بس استنيت لغاية شكري ما يمشي الله النادي حلوة قوي النهاردة الصبح ها مش ناوي تنزل البسين؟ بسين ايه والكلام فارغي ايه تعالي تعالي أنا لازم أكلمك في موضوع مهم جداً خير يا فاروق اسمع يا كاميليا أنا فكرت كتير في ظروفنا ومستقبلنا مع بعض صحيح يا فاروق صحيح أيوة يا كاميليا لكن على شرط أنك تعيش معايا في نفس المستوى اللي كنت عيش فيه مع جوزك فاروق أنا مستعدة أعيش معاك ولو في شقة فوق السطوح لا يا كاميليا حبيبتي دي أوهام سيبك من العواطف بتاعتك دي مفيش حب ممكن يستمر مع الفقر انت غلطان يا فاروق يظهر انك ما تعرفنيش انت يا كاميليا اللي ما تعرفيش نفسك لو بلت تضحيتك دلوقتي يوم من الأيام حتكرهيني وحخصارك على طول طب ايه العمل ما هو ده بالزبط اللي جاي انا اشرحه لك فيه واحد صاحبي داخل في مشروع استراد وتصدير هايل جدا ممكن يكسب دهب طلب مني اشترك معاه برأس مال صغير وأنا في الحقيقة وافقت لأن دي فرصة العمر بالنسبة لنا ايوة بس انت قلتلي ان مفيش معاك فلوس دلوقتي الفلوس معاك انت يا كاميليا معاي انا يا حسرة ايه ده انت ناسي السيغة بتاعتك يا كاميليا ورأس مال عندك ميت لا يودي ولا يجيب بس لو لو عرفت اتشغاليه ممكن يجيب لك استقلالك وحريتك ويحقق لك كل ساعتك اللي انت عايزها صحيح ازاي يا فاروق السيغة السيغة اللي ملكك حقك بقيها بقيها يا كاميليا وحط فلوسك في المشروع اللي انا بقولك عليه كاميليا تفتكر يجيب كام بالزبط معرفش بس حسب كلام شكري في حدود عشر تلاف او خمستاشر الف جنيه هايل هايل هو ده المطلوب بالزبط تعرفي دول ممكن يجيبولك اراد كام في الشهر كام مش اقل من من تلتمائة ربعمائة جنيه صحيح يا فاروق ايوها ايوها كاميليا الحقيقة كده ما تنسيش كمان ان احنا هنكون شركة في المشروع وانا انا هشتغل معاهم يعني مش هسيبهم اتصرفوا لوحدهم وساعتها ساعتها يا كاميليا اول المشروع ده ما يمشي وولا اقولك كلها قد شهر او شهرين ساعتها هقولك تسيبي شكري وتطلبي الطلاق ما عليش يا كاميليا ما تحيطيش ساميليا حتف والله حتف دي من ساعة ما جت من بره يا بنتي وهي مرميه على السريير ما بتتحرك شي يا طن تا معلش اصل الصدمة جلت شي ليدا عليها القوي الله يجزيك يا قدم مش كفاية اللي عملتوا فينا سفت فلوسها كلها وعيّت البنت منك لله يا قدم منك لله يا صدم سميرا سميرا إيه اللي جرب مالها سميرا خير يا طن تا Chan بكي إيه الخير ما هيجي منيني الخير يا كاميليا سميرا سميرا ردي علي يا حببتي تكلميني معلش يا سميرا بكرة تخيف يا حببتي كله يهون بس صحتي يا حببتي يا بنتي شبت يا كاميليا اللي جربت عملش اقدمت سمع بيقولوا إيه سمعوا بيتكلموا علي بيقولوا تحكت علي غضعتيني سبتيني مش أدري مش أدري سدى يا أدري إنك تعمل كده مش أدري سدى إن كل اللي قلنا عن الحب يا أدري كل اللي حلمنا بيه يطير في الهوى سي ريشد العصور فين كلامك يا أدري فين نظر دعنيك وإنت بتكلمني عن الصفر وعن رجوعك من الصفر وعن بيتنا عن المستشفى السغيرة وعن كل أماني وعن كل أماني راحت كله فيه صحيح؟ صحيح؟ ربنا كبير صحيح يأتى منك بعدين مش أدري سدى مش أدري سدى مش أدري سدى سيبهم يتكلموا على الحيطة وعن رصبا عني يا كاميلي لكن إنت هتفضل أدهم هتفضل أدهم بالنسبة لي أدهم أدهم اللي طول عمري باستنى واستنى يا جدي اتفضل أدهم يا جدي يا جدي يا فنجح يا فنجح في ايه يا سوح؟ مالك خلتيني اجي على ملوشي ايه ما تتكلمني يا حسن والله ما عرفش يقولك ايه مش عارفة مش عارفة ابدأ منين على كل حال احب اقولك انا انا اسفة اسفة؟ انت يا سوح بتعرفي تعتذري؟ طب بتعتذري عن ايه؟ عن بعتذر عن كل اللي حصل عن كل حياتي اللي فاتت واللي كانت كلها غلط في غلط انت اكيد بتهزري لا عمري ما كنت جد اكتر من دلوقت تعرف يا حسن الانسان بيحتاج لشجاعة كبيرة كبيرة قوي عشان يرجع حياته ويحكم عليها انا عملت كده ولقيت نفسي فشلة فشلة في كل حاجة عملتها لغاية دلوقت حتى فني ايوا بس انا شايف ان الحياة كلها قدامك انا حاسة يا حسن ان الحياة كلها بقت وراي لا دا انت يظهر انك اتغيرتي فعلا بس غريبة انت ايه اللي خلاكة تتغيري بشكلتها؟ الحب الحب؟ بس دا انت عمرك ما اعترفت بيه؟ ودي غلطتي يا حسن غلطتي اللي انا اكتشفتها تعرف اكتشفتها ازاي؟ لما لقيت نفسي بحبك اه 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 اقولت ايه؟ بحبك ايوا بحبك يا حسن ما عرفتش اني بحبك اللي لما سبتني وبقيت لوحدي اللي وحدي في دنيا واسعة ملهاش طعم وكنت بسأل نفسي ليه؟ ايه اللي جرى؟ ايه اللي ممكن يخلي الوحدة دي ما تفضلش على طول انا انا اللي طول عمري كنت بحب الوحدة بنادي عليها لقيت نفسي عايزة اهرب منها اهرب اهرب وعايزة اهرب لمين؟ لك انت دنيتي كلها بقيت انت عرفت يا حسن اكتشفت ازاي اني بحبك سوها انا نسيت كل شيء يعني ايه؟ سوها انا مش عارف اقولك ايه اه انا مش عايز ادفع عن نفسي انا اصلي ما عرفش هتكلم زيك اه لكن انا حبيتك كنت بحبك فعلا كنت بحبك بكل قلبي كنت مسعد اعمل اي حاجة علشان افضل معاكي وقلتلك الكلام ده كنت صادق فعلا معاكي كنت صادق مع نفسي لكن انت يا سوها انت اللي قتلت الحب ده بأيديكي يعني انت مقدرتش تسامح؟ لا يا سوها مش حكاية اسامح الحكاية اكبر من كده ايه؟ الحب اللي كان في قلبي مات يا سوها ايه؟ مات وانا مش عايز اخدقك واقولي الكلام ما بحسش بيه كده؟ متشكرة قوي على صراحتك انا عارفة ان جبتك على ملوشك زي ما بتقول عشان اسمعك شوي التخاريف وسخفات لكن انت عارفني كويس يوم عقلة ويوم مجنونة وايض بتعمل ايه؟ انا اعمق اتفضل روح بقى ما تروح اسكندرية اصحابك هناك مستنينا شوها انا؟ يلا مع سلامة قلتلك روح بقى لم نعلم جواري لكم مع تحياتي محمد انهار جاهز صورة نترجمti مع الجزء الثاني مع تحيات مهى توفيق